لكن في كثير من الأشياء سواء كانت تعلق بالبيئة ولا بالإيجارة يكون العوض فيها معروف بين الناس لأن الناس تعارفوا على صعر هذه السلعة تعارفوا على المشوار هذا متاع التاكسي كم يكلف فهذا إذا كانه معروف بين الناس ومتعارف عليه ومش متفاوت مش كل واحد يعني يخبط بصعر يعني الاستيناد للعروف الجاري في معروفة السعر جاهز لأن العلماء ذكروا يعني اتفقوا على أنه يجوز أن يؤجر الأجير بطعام ما يأكله والأجير الدابة بطعامها وكان الناس يسموه هذا يعني يخدم ببطنه وهذا ما هو مجهول يعني كم يأكل الأجير وكم تأكل الدابة وكذلك مرضع عذا يجوز إيجارها على الرضاعة بطعامها وذلك ذكروا جوازه لماذا؟ لأنه معروف لا يتشاح فيه ولا يختلف عليه يعني لا يتفاوت كثيرا أما إذا كان يعني واحد نهم وأكل وواضح كذا فيعطي الحق للطرف الأخب على ذلك الخيار في المضاء العقدة وتركه لكن الناس عامة الناس في الحوالي المعتادة يكتفى بما هو معروف بين الناس ومتعرف عليه فإذا كان مشوار التاكسي معروف مثلا من طرابنس إلى سوق الجمعة وداخل طرابنس في شوارحها هو بخمسة دينارات وهكذا تعود الناس أكثر الناس يفهم ذلك حتى لو ركب معه ولم يفاصل معه وعطاه خمس دينارات في العقد الصحيح والوجهة الصحيحة لأنه المعروف كالمشروط أما إذا كان مسلا فيها نزاع ويترتب أي نزاع وأن السعر هي مختلفة فلا يجد الإنسان أن يعقد عقدا لا عقد إيجارة ولا عقد بيع إلا بعد يعني البيان وهذا بإجماعه لابد من رفع الجهالة في الوقول لأن الجهالة تؤدي إلى الخصام وإلى النزاع وتؤدي إلى الغرر ويحصب على ذلك التهارج ولا يعني أحيانا حتى أثار العقل لا تترتب لا صاحب الأجهة يحص الأجهة ولا يعني صاحب السلعة أحيانا يتحصى على سلعته بسبب الخصام وحتى لو كان فيها يعني عيب وكذا ما عاش يستطيع أن يتداركه فهذا إذا كان الجهالة تؤدي إلى نزاع فهي محرمة ومنوعة بالاتفاق